هنمسك واحدة واحدة بس توعدوني بالصراحة لأن الجمهور يستحق مننا الموضوع الصورة نمسك واحدة واحدة الشناوي الشناوي طبعا حارس موارما ورقم واحد في مصر الشناوي حارس موارما كبير ووجوده مهم جدا بس ما ظهرش بمستوى الرائع وخبراته اللي مانجود كان عنده أخطاء طبعا بما يرد الله أخطاء زي اللعيبة معندها أخطاء ستة جوانا كابت ستة احنا جبنا ستة وعلينا ستة ايوه أنا الوقت بنقيم الشناوي ايوه مظبوط الستة جوان دول يدخلوا في الشناوي ايوه حضرتك مصر الشناوي مش لوحده احنا عندنا أخطاء فردية قاتلة على المستوى الفردي والجماعة دفاعية بحياتك وخاصة همصل لخط الدفاع بس أنا بس بتكلم على الشناوي لا الشناوي ما ظهرش بالشناوي اللي نحن عرفه هو رقم واحد في مصر لكن في البطولة عنده أخطاء دي حقيقة فمش هو الشناوي اللي كان موجود قبل كده في التصفيات في البطولات في الدوري معنا ديالي في كاس العالم لأندية وحاجات دي كلها إنما الشناوي عنده أخطاء اعتقد أنه برضو زي وزي اللعيب أخطاء دفاعية قاتلة كلفتنا ستة هدف الاختيار البديل للشناوي كان من وجهة نظرك زي ما تم الاختيار ولا كنت تحب حد تاجي أنا كنت تحب أن عوادي بموجود برضو عوادي عشان العدل يعني عوادي بيلعب في نادي زمالك صبح ما كانش بيلعب هو صبح يا موجود خلاص إنما عواد مع أبو جبل مع محمد صبح أعتقد أن عواد هو الأساسي من يعني الناس تفاجئت بصبح ما هو معرفش ما دي برضو ما احترامنا من الصبح حارس مرمى كبير ونجم كبير طبعا وربنا وفاوة لكن نحن ندور على برضو حتة العدل في الاختيار أنت بتدور على اللعيب الجاهز مية في المية يعني لو قدامك عواد ولا أبو جبل تختار مين لا أبو جبل ده موجود أنا بتكلم على عواده صبح أنت بتبدأ اختيار موفق أبو جبل أه أبو جبل ماشي وكان عنده خبرات وكان موجود البطولة اللي فاتت وعمل بطولة رائعة نتكلم على نادي الزمالك إنه ناخد اتنين من نادي الزمالك لا هو واحد من وجه التصري اللي كان بيلعب وموجود بقوة وكان كويس عواد إنما صبح كان بعيد وكان عنده مشكلة فاللي بعيد ده أصدي احنا باخد الأجاز بدور على تفاهم وانسجام عشان ألاقي بطولك وإيصار رائعة أخرجة بشكل ده زي ما نعايز تمام